في المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة والعشرين سحقت جمعية تشلف ضيفتها المولودية الوهرانية بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثة بملعب مزرق بشلف وسجل أهداف المباراة كل من مسعود محمد في الدقيقة الثامنة وأضاف ناتيش الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين وسجل تجار الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الخمسون من اللقاء وبهذه النتيجة تحتل الجمعية المركز الخامس عشر برصيد واحد وثلاثين نقطة بينما تبقى مولودية الوهران في المركز الخامس برصيد ستين وثلاثين نقطة سيغيب متوسط ميدان اتحاد العاصمة حسين العرفي رسميا عن الدرب المرتقب أمام الجار مولودية الجزائر في إطار الجولة الساديسة والعشرين من الرابط المحترف الأولى موبيليسة وستعرف تشكيلة سوستارة عودة كل من بالجلالي مانوتشو وبايتاشا وهو ما أراح المدرب أوتوفيستر وعد رأي شبيبة القبائل محان شريف حناشي لاعبه بتسوية مستحقاتهم المالية زائد منحة مغرية في حال الفوز بالدرب أمام مولودية بجاية السبت المقبل علما أن لاعبية الشبيبة كانوا قد هددوا إدارة النادي بالمقاطعة في حال عدم تسلم مستحقاتهم بعد الدرب القبائل تأكد غياب اللاعب الشاب لمولودية الجزائر أسامة الشيطة رسميا عن مباراة اتحاد العاصمة بداعي الإصابة التي يعاني منها إلا أن المدرب أرتير جورج بدأ غير قلق ثماما من هذا الغياب فيما سيكون الغائب الأكبر عن هذا اللقاء هو المهاجم خالد قرمي الذي يواصل التدرب على انفراد على أن يسجل عودته في مباراة اتحاد الحراش المقبلة موسيقى